حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن حميدي بن هلال عن أبي بردة قال جلست إلى شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفة فحدثني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يومين مئة مرة فقلت اللهم ما إني أستغفر بك أثنتان قال هو ما أقول لك